خاتم يغنيك عن الساعة الرياضية المفروض أن خاتم سامسونج ينافس الباقين بشكل قوي دعونا نتعرف عليه وعلى التفاصيل والتجربة أضيفه إلى ذلك ونتعرف على تحديثات على ثلاث أجهزة أخرى منها البلاي ستيشن بورتل وأيضاً سي ام اف من نوتين وبالتأكيد كاميرات جديدة تستخدموها في النتورك وأصلاً ممتازة لمكالمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف والأساس في هذا الفيديو هو خاتم سامسونج انتكلمنا عن خاتم سامسونج في التجربة حقه بصراحة نوعاً ما أقدر أقول رائعة إلى الحين الوضع جيد المفروض أنه خاتم 399 دولار يعطيكم قيمة مضافة جداً عالية يظل لأنه بنفس السعر يبدأكم تشتروا سوار رياضي تشتروا أشياء أخرى تسعينتكم في الرياضة ولكن تضعوا 1600 ريال على خاتم دعونا نرى خاتم نفسه نرى التفاصيل حقه نعرف أنه يأتي من شكل معدني ثلاث ألوان للشكل معدني ولكنه ليس من المعدن الخاتم الجالاكسي رينك هو أول خاتم ذكي من شركة سامسونج نفسه يتميز بتصميم رائق يأتي بأجموع من الألوان التي ذكرتها لأسود الفضي والذهبي وكلهم يأتي عليهم نفس طبقة التايتانيوم المفروض أنها مقاومة للخج المقاسات تأتي من 9 أحجام من 5 إلى 13 والبطارية المفروض أنها تكفيكم إلى 8 أيام مع المقاس الأكبر نحن نأتي لتفاصيل وأرض الواقع عندما نتحدث عن الخاتم نفسه وأنه مريح بصراحة الخاتم أسماك من الخواتم العادية عندما نحطيته معي مع خاتم الثاني تلاحظوا أن الخاتم الثاني بصراحة سماكته أقل بكثير من خاتم سامسونج وهنا أضع بعين الاعتبار أكثر من خاتم موجود في السوق بعضهم جربناهم الخاتم هذا أسمك وكل الخواتم الرياضية تكون أسمك قليلاً قد يكون هناك فرق جذري بسيط ما بينهم يظل هنا موجود كمية حساسات أعلى بخاتم سامسونج ونكمل مع أن المقاسات ستعرفونها بالطريقة الرسمية عن سامسونج النسخة هذه مقاسها 10 بطارياتها مشت معي بالفعل إلى خمس أيام وستة زي ما توقعت يظل كان الأمر الرياضي عندي مكثف فممكن لكي استهلكت البطارية المقاسات الأكبر المفروض تستمر إلى ثمانة أيام وأيضاً إذا لابسين ساعة من سامسونج بعض القراءات تأخذ من الساعة وليس الخاتم وهنا نعرف أنه سيكون خاتم بطارية تتعيش أكثر مفروض ومن ناحية اللبس ترى الخاتم ينبس بأي إصباع العكس المتوقع أنه المفروض أنه سيكون سبباً ولكن عندما تأخذ الخاتم لابد أن ننتوء هذا الخط يكون موجود في الجهة الداخلية بل أيضاً بعض القياسات التي سأتحدث عنها خلال الفيديو لابد أن يكون الخاتم موجود بالطريقة لكي تأخذ الشكل الصحيح المستشارات الثلاثة الموجودة في الخاتم تمكنه من أنه يرى موضوع المشي والجري معدل نبضات القلب ودرجة حرارة الجلد أثناء النوم وأيضاً مستوى الأكسجين في الدم ويمكنكم أيضاً تتبعوا جودة النوم ويحلل الشخير والحركة ومدة النوم نوقف قليلاً الخاتم لا يحلل الشخير بنفسه أبداً الخاتم يستند مع الجوان سامسونج الذي محطوط في المنظومة والمفروض أنه جنبكم أثناء النوم وتعطوه صلاحية ثلاثة صلاحيات منها صلاحية أن المايكروفون يكون شغاله وبالتالي قد يسمعكم أنتم تناموا الموضوع بنسخة الجديدة الذي يصدر مع نفس تطبيق الصحة يعطي مواطيات جيدة فتعرفوا أن الجوال ليس متنصط لا برضاكم يسمعكم لكي يرى أنتم تشخرون أو لا وأيضاً مع درجة حرارة الجلد ومع القراءات الأخرى هنا يأتي موضوع الذكاء الإصطناعي وكثير من الخوارزميات التي اشتغلت عليها سامسونج لسنوات وسنوات يمكنكم معهم في كوريا السنة الماضية فعلت اجتماعات مع مختصين ذكروننا أن هذا الأمر تحت التطوير وهذا هو جانا مع نفس الفولد سيكس والغالاكسيرين الخاتم يعطيكم أمور جيدة من ناحية الخطوات ألاحظ دائماً مع المقارنة ما بينه ما بين ساعات مختصة في الرياضة نبضات القلب يكون فيها اختلاف جداً بسيط يعني هنا جاء عندي نبضات القلب 68 هنا جاء عندي نبضات القلب 66 فعادي الفرق هذا ما يعتبر شيء جداً جذري إلا إذا كنا في مستويات العلية ساعة مصيبة المهم الخاتم ما يدعم أجهزة مختلفة في الأندرويد أو الآيفون بشكل كامل الموضوع جاي في الطريق حسب المتوقع من عندي فقط أجهزة جالاكسي هي التي حصل على كامل التنفيذ لأنه من يوم تعمل تطبيق الصحة سامسونج على طول ستلاحظوا الواجهة الموجودة عندكم لتبينوا الخاتم مشبوك واضح تركيزهم على الخاتم نفسه ومن الخاتم ستلاحظوا بعدها يأتيكم كمية كبيرة من القياسات وهناك موضوع الدرجة التي تستطيع أن تحصل عليها من خلال الرياضات المختلفة التي تتمارسوها أو طبيعة يومكم مع كثافة النوم أو طبيعة النوم ومدته بالإضافة إلى الأعمال والجهد المختلف الذي يحدث أنواع الجهد ترى نوعين جهد حسن و جهد سيء جهد سيء لأنكم تعصبين وحالتكم حالة هذا جهد سيء يرفع ضبضات القلب لتوتر الجسم جهد حسن تجروا، تركضوا، هذا جهد حسن والأجهزة نوعاً ما تفرق ما بينهم مع كمية الخوارزميات التي صارت متوفرة أعود إلى التطبيق وستجدوا من موضوع النوم إلى موضوع تدريب النوم فيساعدكم له سليب كوتشنج وعندكم هنا قياس الخطوات وتون الصباح ما أمدانا أيضاً أضيفوا إلى ذلك أشياء مثل سعرات وغيرها أأتي إلى الموضوع الذي بصراحة غريب وتوقعت أن يكون هناك مساندة أكثر من الجهاز وعندنا أول شيء ما نتحدث عن الرياضات ويجب أن نضع الرياضات بشكل ماني وبشكل يدوي ومن ثم لديهم الشكل التلقائي الموجود لقياسها أيضاً يجب أن نضع السعرات الحرارية التي نأخذها بشكل كامل وبالإضافة إلى الموية، يجب أن نضع كمية الماء التي نشربها وعندما نتحدث عن باري ماس اندكس أيضاً يجب أن نضعه في هذا التطبيق إن كملنا مضمومة المعلومات الكاملة ساعدها سنبدأ نستفيد من الخاتم وغيره من الملبوسات الرياضية بشكل كامل وهذا شيء جيد وأيضاً عندما نرى الأشياء الأخرى الرائعة في الخاتم، فأنا أخذ صورة لتسكر منبهات وأيضاً أشياء مرة رائعة متوقعة أنها تأتي في الطريق يعني أتمنى ساعة التسبيح تأتي هنا وتصبحوا بكل بساطة ونتحدث عن النقرتين التي تفعلها في الطريقة هذه ستتمموا أيضاً إجراءات على نفس الجوال الخاتم مقاوم للماء والبغبار بمعيار IP68 وعندما نتحدث عن الظروف المختلفة في الأجواء بصراحة نلاحظ أنه إذا جبت المقاس الصحيح سيكون وضعه جيد وأيضاً عنده معيار الـ 10ATM الرياضي الذي ساند فيه أن الصباحة إلى 100 متر أموره جيداً جيداً ويكون تحت الماء لمدة حوالي 10 دقائق فأموره جيداً إلى الآن الخاتم نفسه يأتي مع الحافظة هذه الرأي الذي تبين لكم مقدار الطاقة الموجودة في نفس الحافظة وعندما تضعوا الخاتم فيه بطريقة مخصصة يبدأ أيضاً تشحنوا الخاتم وضعته تقريباً أربع ساعات ولم ينشحن الشحنة كاملة معي مدليل وعندما نقوم بعمل التحديثات وإن شاء الله الأمور ستكون أفضل يظل من خلال الحافظة المفروض أنه مدة جداً قصيرة تأتيكم الشحنة الكاملة لنفس الجهاز هناك زر الاقتراني الموجود على أساس أنه الريست والاقتران وربطه بالأجهزة المختلفة ومنفذ الـ USB موجود من وراء وأيضاً 361 ميلي أمب البطارية الموجودة في نفس الحافظة نتحدث عن 80 دقيقة المفروض هي التي تحتاجوها لشحنة كاملة والخاتم تستطيعون أن تبحث عنه إذا ضع ولكن ليس بساطة لا، يظهر لكم اللمبات الموجودة فيها تنور ويشك شكلكم قليلاً وتعرفوا أنه وين تجدون نفس الخاتم أيضاً نتحدث عن المستشعرات التي موجودة داخلها بصراحة ما ضيقتني من ناحية اللبس يظل ليس كل الناس تحب بالنوم تلبس سوار رياضي ولا كل الناس تحب تلبس ساعة ولا كل الناس تحب أصلاً تلبس خاتم يريد لكم أن نرى الشي الصحيح لكم نحضر لنلبس الخاتم الأساسي شيء بسيط دائماً على الهواء لن أقوم بعمل الخاتم أه، توتر هذا؟ لا، بالأكس أقول لزواجتي كيف أفكر فيك أه وهنا نعرف أن الخاتم الرياضي من سامسونج متوقع له أشياء قادمة كثيراً ما هو موجود بشكل رسمي وقت ما أقوم بعمل هذا الفيديو في المملكة العربية السعودية سعر 399 دولار قليلاً مرتفع هناك خواتم 350 دولار بل أيضاً خواتم 200 دولار الذي بـ 200 دولار لم يكن يكمل المستشعرات العالية الموجودة هنا الذي بـ 350 دولار بالذات تذكر من الخاتم الأوع أو شيء تتحدث عن اشتراك شهري تدفعه مع نفس الخاتم لكي يكونوا بمسألة تحليل الباترز والقراءات التي تأخذ منكم مثل السوق الذي موجود بالنسبة لي مع سوار مثل الووب الووب أربعة لابد اشتراك أو أنكم تشتروها مع اشتراكها السوار بـ 600 و الاشتراك بألف ما الذي يحدث لا أدري ولكن هنا نستطيع أن نتحدث عن خاتم سامسونج خاتم سامسونج الفكرة جداً رائقة الخاتم ممتاز من ناحية أنه يساند في مسألة الخطوات والرياضيات بالذات للناس الذين لا يحب أن يلبسوا سواراته بشكل كامل وأيضاً شيء ضائق أنه لا يوجد تطبيط لديه عندما أردني لون ذهبي طبعاً لون الأسود أقرب وأفضل لي ولكن الذهبي يمكن أن يكون أوضح لكم في التصوير والأمور هذه كلها هنا نعرف خاتم سامسونج جداً رائق كفكرة يحتاج تطوير كويس أن شركة مثل سامسونج دخلت في هذا المجال لا أظن في شركات كثيرة تقنية تدخل في هذا المجال كون أن تخصص السوارات أفضل لهم أقرب لهم بشكل جداً حسن على أن يحصلوا على قراءات صحيحة الآن ننتقل إلى جهاز الثاني ونعطي تحديثات سريعة عليه فنذهب على البلاي ستيشن بورتل التحديث الأخير الذي هو الثلاثة والتحديث الثالث جاء مع تطور جداً حسن من ناحية القدرة الاتصال وأيضاً سهولة الاقتران ونتحدث عن الألعاب التي تجدوكم تستنسوا بها بشكل أفضل مع الاتصال بينكم وبين البلاي ستيشن أمور يجب أن تخلوها في بالكم دائماً التطبيق الأساسي الموجود هو البلاي ستيشن من خلاله وربط الأجهزة أيضاً نتحدث عن البلاي ستيشن الريموت بلاي وهذه التقنية التي فيها لعب عن بعد تطورت بشكل جيد وليس بشكل خرافي لسه يريد أن يتحدث لكم اتصال على 5 جي إذا تريدوا اتصال مرة قوي أو 5 جيجا هرتز من ناحية الواي فاي وليس يكون 2.4 وبلاي ستيشن تنصح باتصال 15 ميجابايت في الثانية أو ميجابايت في الثانية هذا اتصال ليس سهل أبداً كسرعة نتحدث عنها في التوفر شاشة نفسها بحجم الثمانية إنش إلى الآن تعطي دقة الألف وثمانين بشكل جيد إذا كان على نفس منظومة الواي فاي وإذا بالفعل أمورنا طيبة ومشتهدين وهنا فايبر وهنا فايف جي ستقدروا تلعبوا بشكل صحيح عن بعد الجهاز لا يدعم بلوتوث لا يدعم السماعات العامة ولكن يدعم سماعات سوني الخاصة وهذا شيء يمكن أن يمشوا أمورهم هناك منفذ 3.5 موجود فيه وأيضاً منفذ اليوس بي تايب سي جربنا نشبك الجهاز حالياً على نفس الشبكة ما ضبطت معنا بشكل كامل من خلال دونجل يحولون اليوس بي سي إلى نتورك قلت أن يكون هناك اتصال أسرع ما ضبطت ولكن يمكن هذا الأمر يأتي في تحديثات قادمة البطارية تعطيكم خمس ساعات من ناحية الاستخدام وتقدروا تضبط أموركم بشحنة كاملة حوالي ساعتين على أساس أن تستخدموا هذا الجهاز وتستخدموا فيه هل فكرة رائعة؟ إذا كان هناك اتصال جيداًا نعم إذا لم يكن هناك اتصال جيداًا بصراحة الذي ينفع أن تسالفوا مع الناس وتأخذوا وتعطوا مع الناس وتتابعوا الألعاب بشكل جداً حسنًا أما تتوقعوا أن الألعاب الـ RPG أو الألعاب اللي يحتاج أكشن لحظة أن تكونوا مرة ممتازين فيها أبداً لا سيحدث الموضوع مثل هذا الجهاز هو ممتاز لمراقبة الجهاز عن بعد ترى الألعاب عن بعد، تلعبوا بسيطة مثل ما نتحدث عن الألعاب رائعة حركية، أمور كويسة ولكن لن تلعبوا بها كورة أو كال أو دوتي أو أي شيء من هذا النطاب لا بد أن تكون جهاز البلاي ستيشن موجود لديكم شغال أو على وضع السليب لكي تستطيع التصل عليه من بعد تكون انتصال الأول مؤمن وكويس ثم المرات اللي بعدها، كما قلت لكم، شغال ووضع السليب فقط النمطين هنا نعرف أن تحديثات البورتل رائعة وحين أذهب إلى جهاز CMF Phone 1 هذا الجهاز الذي بصراحة سبب ربكة ولكن ليس كاملة ربكة لأن الجهاز والتقنيات والقطاع الداخلية والأسلوب بصراحة شيء مره رائع ولكن عندما نتحدث عن الجهاز والتفاصيل من وزن والسماكة والشاشة إلى الآن أموره جداً رائعة يعني السوبر آموليد والكثافة مره كويسة معدل ١٢٠ هيرتز قبل كل هذا نتحدث عن حوالي ٨٠٠ ريال بل أنه بالعروض الموجودة الآن تستطيع تأخذ السعر الأقل بحوالي ٧٠٠ ريال هذا أمور مره كويس عندما جاءوا الفئة هذه من الأجهزة بصراحة كانوا ينافسوا بشكل جداً جيد وبصراحة كان غريب أصلاً أن يضعوا ميديا تيك كمعالج يضل الحركة حق نفس الأجهزة التي مفروض أن تركبوا عليها الأكسسوارات المختلفة وتغيروا الكوفر وتضعوا حافظة شيء مره كويسة أن الجهاز هذا على الفئة يجيب ١٠٣٤ نقطة في النواة الواحدة و ٢٩٧٧ نقطة في النواة المتعددة أمور مره كويسة أن الجهاز هذا في الألعاب يعطينا ألعاب على الإعدادات الكويسة و ٦٠ إطار في الثانية مثل Call of Duty وبوبجي بصراحة الجهاز كويس ما الذي يحدث مع ناثنين نفسه هو أن هذا الجهاز لا ينتشر بشكل كبير لا تكلموا عليه بشكل كثير تكلموا عليه في السوشيال ميديا ولكن هناك إعلانات نزلت في الشوارع وكان موضوع رائق ولكن ليس بالكثافة العليا التي نتوقع استثمار المفروض على الجهاز ولكن كجهاز بصراحة رائق الكاميرا الأساسية من سوني ٥ ميجا بيكسل والثانية ١ ميجا بيكسل أمامية ١٦ ميجا بيكسل الـ UI الواجهة التشغيلية حقتهم مره رائق وأرى تجارب التصوير الموجودة ولكن الذي أرى أنه قد يكون تحديث قادم مع هذا الجهاز أنه يكون فيه بالفعل توعية أكبر عنه الجهاز عندما تستخدمونه ترى الأكسسوارات وتعرفون أن تأخذ الجهاز وضبطوا الأغطية باللون والشكل الذي تتبوه وأيضاً تستفيدوا من جهاز هذه الفئة السعرية بخصائص جيدة نظام الأندرويد ١٤ وواجهتهم التي نوعاً ما كأنها خام وحركات الاتصال جيدة القليفس ليس موجودة بشكل كامل ولكن القليفات بالإضاءة نفسها تستطيعوا تلعبون فيها وهذا عندما نتحدث عن سي ام اف من نفس ناثين هذه الكاميرات والتي هي كاميرات كمبيوتر نوعاً ما بالذات النسخة الصغيرة منها والتي تستطيعوا تتحكم فيها بالصوت وتتمموا أشياء مرة رائعة في انكم تتفاعلوا معها بدون ما تدخلوا في الكامبيوتر هناك برنامج تشغيلي كامل وهذا أمر جيد ولكن المهم دعونا نعود قليلاً وراء وأقول أول شيء عن موضوع OBS Bot Tail Air هذا النسخة الموجودة هنا كاميرات بث مباشرة فيها ذكاء إصطناعي مصممة لصناع المحتوى وأيضاً للمحترفين الكاميرا نفسها يمكنكم استخدامها في استوديوهات كبيرة مثل ذلك يمكنكم استخدام الكاميرات على النتورك وتستفيدون منها بالشبكة بشكل صحيح والذي يعرف في الاستوديوهات يعرف أن هناك كاميرات من خلال الشبكة والذي كانت هناك جزء من الوقت الفكرة من المستشعر هنا انه سيماس وكبير الحجم فبالتالي يكون هناك أخذ أكثر لللقطة والضوء يسمح بكمية إضاءة جداً كبيرة أساس الصورة تطلع عندكم أفضل وأكبر تدعم إلى قدرة الفور كي وأيضاً يضبط التكبير إلى أربع مرات يدعم التركيز التلقائي و تدعم تصوير الفيديو وهو الفور كي 30 إطار في الثانية وأيضاً تقدر تصوره 1080 معدل 60 إطار في الثانية عندما نتحدث عن المزايا الأساسية فمنها التتبع التلقائي يقولوا بالذكاء الإصطناعي ولكن لا أرى ذكاء الإصطناعي يعتمد على الخبرزميات أكثر من أي شيء فالتتبع التلقائي بمعنى أنه يمكنك ترى الوجه يمكنك تتبعه و يمكنك تتبعه و يمكنك تتبعه إذا حبيته مع الإعدادات لبرنامج وأيضاً نعرف أنه يمكنكم تتبعوا الأجسام المختلفة والإيماءات من أجمل الأشياء الموجودة فالتحكم بالإيماءات يجعلكم تقولوا زوم يجعلوا اللقطة الذي هو السيليكت تستطيعوا فيها مسألة البان وغيرها من الأمور أيضاً من خلال السوفتوير الأساسي تستطيعوا تتحكم مطبيعي مع هذه الكاميرات الثانية ومن ناحية الاتصال فعندكم طرق الاتصال مع النسخة هذه متعددة مع وجود بطارية داخلها ستلاحظون أنها مشتغلة و هي موجودة يمكنكم تتحكموا فيها حينما كنتوا من نفس التطبيق تدعم أيضاً الواي فاي بتردد عالي تطبيق 5 جيجا هيرتز و قليلاً تدعم أيضاً أدابتر الإيثيرنت الذين لا بد أن يجعلوا طاقة حتى يعمل هذه من خلال النتورك تستطيعوا تثبتوها أيضاً لديكم البلوتوث 5.0 للأسف ليس بلوتوث أعلى و لن يجب عليكم تربطوا عليها سماعات أيضاً تدعم الذاكرة الخارجية إلى 512 جيجا بايت أما مناحة السعر فاستثمار جداً عالي يتكلم على حوالي 500 دولار النسخة الأصغر تثبط على شاشة الكمبيوتر والقاعدة التي جاءت معها تستطيعوا تحضرها في فوق شاشة الكمبيوتر ولكن هل أحد يحتاجها؟ نعم، إذا لديكم ميتنجات كثيرة و هناك أكثر من شخص بأي الكاميرتين سيحضر نفس الميتنج وبنفس الغرفة ثبته الكاميرا وتعرفوا أنه أحياناً سيحضر واحد وأحياناً سيحضر أكثر من شخص قد يكون استخدام هذه الكاميرا شيء جداً رائع مثل OBS Bot Tiny 2 فهنعرف أنها تستطيع تأخذ أكثر في اللقطة وتستطيع التعامل مع موضوع المستشعر الكبير والإيماءات والتحكم فيها بشكل إضافي بالصد سلموا عليها وتقولوا هاي تايني وتايني بترد عليكم هنا لا يوجد بطارية أساس وتقولوا هاي تايني وبعدها تتكلموا معها وتقولوا لها بعض الأوامر التي موجودة من خلال التطبيق منها أنها تقرب وتبعد وأيضاً تستطيعوا فيها تراكينج لكم بشكل كامل أكثر من شخص موجود في الاجتماع يستفيد منها سعر حوالي 329 دولار كل الأثنين من ناحية الأسعار بصراحة مرتفعة فلازم تقيموا استثماركم بشكل صحيح مفيدة بالذات لما أحضر الاجتماعات كثيرة مع الناس وأيضاً تضعوا لابتوب ويندوز أو لابتوب ماك والكاميرا حقتهم مميزة ونعرف أنه عندما يكون لديكم استثمار عالي في هذه الاجتماعات وأيضاً تضعوا مخرجات ومعطيات عالية على الأقل ضبط الكاميرات الموجودة عندكم السوق فيها أنواع كثيرة وهذه أحد الأنواع التي جربناها هنا يأتي معها تطبيق لابد تعديل وتطبيط التطبيق ولو كان هناك أحد يدير نفس التطبيق قبل الاجتماع أمور جداً جيدة ثم تقدروا تموم اجتماعاتكم بشكل صحيح هذه الأربعة أجهزة شاهدناها معنا هنا وأكيد نهاية الفيديو كل فيديو سبحانك الله وبحمدك أشهده لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أراكم على خير